السلام عليكم مشاء الله تكونوا باخير وعلى خير وصفة اليوم حلوة لشرب الشاي هذا الحلوة لدي روحة ضجة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي لتعليش اللي ما نشاركها معكم حتى اللي ما زل ما عارفهاش يعرفها عن طريق القناة فعلا سهلة غير مكلفة ما كنحتاجو فيها لا زبدة لا دقيق وكاد جي من السماء بمدق دي البرتقال انا هنا حضرتها معكم بحجم لي هو كبير وطبيعة الحال انتو ما غاد يتحضرها بالحجم انتم لي من ناس بكم مشو نتعرفوا المكونات مع طريقة تحضير فرجة ممتعة بالنسبة المكونات بالجرام غادي نحتاجو جوج بيضات ميتين وثلاثين جرام من السميدة الرقيقة معلقة صغيرة من نكهة البرتقال تمنيا جرام من خاميرات الحلويات قبيصة ديال الملح خمسة وسبعين مليلتر من الزيت خمسة وسبعين جرام من السكر وخمسة وسبعين مليلتر من عاصر البرتقال مع تمانين جرام من جوز الهند على بركة الله دائما في وصفات الحلويات ضروري ان كل بيت ديالنا بدرجة حرارة المطبخ غادي نضيف عليه واحد القبيصة ديال الملح مع نصف كأس من السكر الخاشن غادي ناخد العبار بالكأس ديال العنباء اللي كي وزني ميا وخمسين مليلتر نخلطوه مغرب طرر باليدوي حتى كي نسجمو لنا وغادي نضيف عليه نصف كأس من زيت نباتل دائما ناخد العبار بنفس الكأس اللي استعملنا من الأول نخلطوه مرة ثانية وغادي نضيف عليه نصف كأس من عاصر البرتقال انا هنا استعملت عاصر الماندالين وبطبيعة الحال انتم لكم اختيار عاصر بورتقال او الماندالين مع معلقة صغيرة من نكهة ديال البرتقال باش كطع زيت كطعتنا واحد لما داقزوين في الحلوة ديالنا بطبيعة الحال إلا ما كانش من توفر غادي نتعاوضوا بلوزيز ديال البرتقال غادي نضيف عليه واحد كأس ديال جوز لهند مع كيس من خاميرات الحلويات وزني ثمانية جرام ونخلطوه مزين كيف ما كتلاحظو وما كتاخدش معانا مجهود نهائيين في التحضير في اخير لحظة ممكن انك تحضرها وتقدمها لعائلتك وغادي نضيف عليها جوز كيسان من سميدة رقيقة انا نفل اول ضفت الكأس الاول عاد غادي نضيف الكأس ثاني وبنسبة السميدة ركتختلف حسب النوعية كان واحد السميدة لي كتشرب ضغياء بحال هذه اللي استعملت انا وكان واحد السميدة واخك نضيفه جوز كيسان كتبقى لنا خفيفة بزر كيف ما كتلاحظو انا هاد السميدة اللي استعملت انا هادي تلقيت النوعية اللي كتشرب ضغياء ما غاديش نعجنوها غادي نجمع واحدة كتنسى جملينا مزيان الي كانت عندكم السميدة اللي كتشرب هاد الشكل غادي نخلوها ترتاح واحد خمسة دقائق ولكن السميدة عندكم اللي ما كتشربش غادي تخلوها ما بين عشر دقائق حتى الخمستاشر دقيقة يعني كتبقى على حسب كل السميدة والنوعية ديالا من بعد مرور خمسة دقائق كيف ما كتلاحظو السميدة رات شربة ضغياء وكيبقى حسب النوعية كين السميدة اللي انا هنا نقدر نتحكم فيها وكينه واحدة سميدة اللي فجأة تبقوا يتشكلوها غادي تلصق لكم في ديكم ولكن ضرور انكم تاخدوا شوية ديال ما كل ما كتززو تكووروا كل ما كدهنو يديكم شوية ديال ما واللويل عدد تاخدوا الخالج ديالكم باش هكا تضمنو بانو ما يسقش ليكم في ديكم ويعدلكم كيف ما كتلاحظو هنا كندردرها في شوية ديال لوس كون كاسي بطبيعة لحال اي حاجة انتم مطفر عندكم استعملوها ممكن انكم دردرها غير في جوز الهند ولا في السميدة رقيقة ولا في كوكا كون كاسي ولا في لوس إفلي مهم اي حاجة انتم ما كتعجبكم ولم توفرها عندكم في الدار استعملوها هنا القياس ديالهم درتهم كبير بطبيعة الحال انتم ما غادي تحكمو في القياس ديالهم انا هنا بغيتهم كبارة علاش استعملتها دي المعلقة ديال الجلاس اللي هو كتعطيني حجم اللي هو كبير من قبل كنت حضرت معاكم حريشات بجوج ماداقات بمقادير اللي ما مختلفين كيجوا لدادين بزاف وكيجوا معلكين ان شاء الله نخلي لكم الصورة ديالهم امامكم الآن في الشاشة رفيع لانك يستحقوا تجريبة وحتى هما سهلين وغير مكلفين وخاصة اللي بمدق الشوكولة اكيد غادي عجبوا وليداتكم واحتنتوما ان شاء الله تجربوهم واردوا علي الخبار كيف اشجاكم من بعد ما شكلتهم كيف ما كتلاحظوا انا مبسطتهم مش كيف شكلتهم كيف احطيتهم في الطاوة غادي ندخلوهم على فرن كي يكون مسخن من قبل على 180 درجة انا شعلت ليهم غير 1-4 دقيق من الفوق هي حتى بدأ ما خلتهم مش تيتشققوا بزال غير تشققوا غير شوية وطفيت عليهم النار من الاعلى وشعلت من التحتي تتحمروا وطابوا وطلعت معهم ديك التحميلة من الجوانب انا اخطيت هات الشوكولة بصراحة انا دوبتوه بقبل وضفت علي واحد شوية دي الملون اصفر وانا بش يعطيني بحلة الغب اللي انا استعملت بورتوكال وكي يكون هذا هو الشكل اللي حلوى دينا كيف ما كتلاحظوا مقادر اللي هم مبساط غير مكلفين وطبيعة لحنتوما اللي بغيتو كيميالية كتيرة ممكن انكم تنقصوا في الحجم لانا انا استعملت حضرتهم بحجم لي هو كبير وغيت نقطعها معاكم باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي ركتجي خفيفة وكتجي معلكة وكيجدك مدق ديال بورتوكال باين غيجربوها ان شاء الله واكيد اكيد غادي تعجبكم وكيف ما لاحظوا را ما كتاخدش الوقت نهائي الا فتحضير ضغية خمستاشر دقيقة كنت ساليتها طيبتها وقدمتها لعائلتك نتمنى انكم تجربوها وبطبيعة الحال ما تبخلوش عليها بكيفه جاتكم ولكن تبغيين كيمية اللي هي مضعفة ممكن ان داك نصف كأس اللي استعملنا احنا في هذه الحلوات تعمروه تديرو كأس بغيتو كيميالية كتيرة ولا تاخدو شي كأس من الول شي كأس كبير عندكم هكا في الضار ولا تاخدو بي المقادير كاملين وتعطي كيميالية كتيرة نتمنى وصفة اليوم تعجبكم ولبقيتو معها يحتلو هذا الوقت من الفيديو ما تبقلوش عليها باللايك والانضمام للقناة وبطبيعة الحال تبارتجو القناة مع اصدقائكم بيش تعمل فائدة كنشكركم بزاف على المتابعة ودمتم في امان الله وإلى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة